اشتركوا في القناة اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحرية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجل الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكمال يقب كماله اللهم صل على سيدنا محمد المجل الربوبية بقول وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجل الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والإداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارد بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم على سيدنا محمد المتخلق والمتحقق والمتعلق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به ورسنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم وجل هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء اللهم يا مقيت صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقيت وعلى آله الذي تعلق بالمقيت فكان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه فواصل الصيام ونهى غيره لبيان كمالي خصوصيته وتخلق به فأطعم الجموع الغفيرة من الطعام القليل ببركته وسقى الجيوش من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة ولم يرد سائلا إلا بحاجته وحل بشات الحائلة وقت الجفاف وحيثما حل حل معه الرخاء وأشار إلى السماء فأمطرت وغرس النخلات بيده فأثمرت من عامها وأقات الأرواح بالحقائق والقلوب بالمعاني والأسرار بالأنس والمشاهدة كما أقات الأبدان بأطايب الطعام والشراب وتحقق به فأوتي مفاتح خزائن الأرض في الدنيا ومفاتح الجنة في الآخرة صلاة تكون لأبداننا قوتا ولقلوبنا شفاءا ولأرواحنا خلاصا وإخلاصا ولأسرارنا حبا وأنسا واشتياقا فنستغني بالمقيت عن القوت ونكون مقيتين لغيرنا يا الله يا مقيت اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئ إنك على ما تشاء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغير أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومن شاء المولود سنة أربعة وتسعين ومئة من الهجرة النبوية الشريفة والمتوفى سنة ستة وخمسين ومئتين من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر يناهز اثنين وستين عاما والمدفون بمدينة خرتنك بجوار بخارة بجمهورية أسباكستان حاليا رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشيخي وتلامذته وقراء صحيحي وشراحي في الدارين آمين نكمل كتاب التفسير وهو الكتاب الخمس والستين من الصحيح ويبقى لنا منذ المجلس الماضي آخر حديث في سورة هود ثم نشرع بعد ذلك في سورة سيدنا يوسف آخر حديث في تفسير سورة سيدنا هود وقفنا عليه يقول بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاء الله عننا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسرهد ابن مفرهد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان أبي عثمان هو عبد الرحمن النهدي عن ابن مسعود هو سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله عنه وارضاه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة يعني رجل من الأنصار يقال أنه كان بدريا أصاب من امرأة لا تحل له قبلة وهذا حرام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ظن أن هناك حد في هذه المسألة كالزنا فذهب للنبي أن يطهره ويقيم عليه حد هذه القبلة التي لا تحل له فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت حتى أنزل عليه فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فدل على أنها من الصغائر والصغائر تكفر بفعل سائر الحسنات وإقامة الصلاة والوضوء وغير ذلك وأن لا كفارة لها إلا أن يفعل بعدها حسنات وأن لا يعود إليها مرة أخرى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل اللي هي الصلوات الخمس طرفين نهار حيبقى الصبح والدهر والعصر وزلفا من الليل حيبقى المغرب العشاء وممكن تقول العشاء والفجر هي الزلف من الليل وباقي الصلوات هي أطراف النهار يختلف المهم هي الصلوات الخمس وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل يدخل فيها الفرائد وما يتعلق بها من رواتب وسنن وأقم الصلاة لم يقل أدي الصلاة هناك فرق بين أقم وأدي أدي الصلاة يعني يمكن تؤديها حتى في بيتك لكن أقم الصلاة بأجماعة في المسجد مشكلة لإن إقامة الصلاة غير أداء الصلاة ربنا سبحانه وتعالى ما قال لناش أدي الصلاة قال أقم الصلاة والنبي يقول تسوية الصف من إقامة الصلاة يعني معناه بيحدك على صلاة الجماعة عشان تكون من المقيمين للصلاة لابد أن تصليها في جماعة لكن لو لم تصليها في جماعة وصليتها منفردا أنت تكون مؤديا للصلاة ولست مقيما للصلاة فدي نقطة هامة ناخد بلنا منها لأن كثير من المسلمين في هذا الزمان يظنوا أن أداء الصلاة يساوي إقامة الصلاة لا إقامة الصلاة هو السعي للمساجد وتسوية الصفوف وسد الفرج ومتابعة الإمام وعدم سبطه وعدم مساواته وعدم التأخر عنه وإنه يحرص على إنه يكون في الصفوف الأولى وإنه يحرص على ما يمن الصفوف أكثر مما يحرص على مياسر الصفوف كل دي من إقامة الصلاة كل ده ثم بعد ذلك الخشوع في الصلاة من قلة الحركة وعدم الالتفات والنظر إلى موضع السجود كل دي من إقامة الصلاة كل ده ده إحسان الوضوء يحسن وضوءه ويسبغ الوضوء على المكاره ويكسر الخطأ إلى المساجد كل دي من إقامة الصلاة ينتظر الصلاة بعد الصلاة إذا كان عنده فراغ فممكن يجلس من المغرب ينتظر العشاء بدلا من أن يذهب فقد يأتيه ما يشغله عن العشاء فيمكس في المسجد كل ذلك من إقامة الصلاة وعشان كده ربك يقول إيه وأقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يعني السيئات هنا بمعنى الصغائر لأن إيه إحنا الزنوب بمعنى الكبائر في القرآن لما يقول لك زنب معنى كبيرة أما يقول لك سيئة معنى صغيرة كويس دي لغة القرآن ماشية على كده على طول يعني أنت مثلا في سورة البقرة في الدعاء في آخرة بتقول إيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ده إيه في سورة العمران ربنا اغفر لنا ذنوبنا يبقى اغفر الذنوب دي كبائر لأنها إيه اللي تغفر طيب وكفر اللي يكفر إيه السيئات يبقى السيئات صغائر خدت بالك زي برضو الصغائر لها اسم تاني في القرآن وهو اللمم اللمم اسمها إيه اللمم الذين يجذبون كبائر الإثم والفواحشة إلا اللمم يبقى فيه عندنا سيئات ولمم دي صغائر وفيه عندنا ذنوب ومعاصي وفواحش ودي كبائر كويس فهين بيقول وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إن الحسنة يبقى من السيئات يقول النبي في معناها الجمعة للجمعة كفارة لما بينهم الصلوات الخمس كفارة لما بينهم الوضوء كفارة لما قبله بحيث أن المعاصي تنزل مع آخر قطر الماء وانت بتتودأ كل دا والعمر للعمر كفارة لما بينهم وغير ذلك مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة ركعتين الضحى كل ذلك يكفر كثير ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل ألي هذه دا بدره وأهل بدره لهم خصوصيات فالرجل دا من أهل بدر الذي أصاب القبلة المحرمة ظن أن الآية دي خاصة بأهل بدر فبيسأل النبي ألي هذه قال لمن عمل بها من أمته يعني دي إلى يوم القيام ودي هدية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله على ذلك وعلى شكل كده استنبط الفقهى أنه لا حد على رجل ولو رؤية في لحاف مع امرأة أجنبية شوف قد إيه لأن الحد في الزنة وليس أنه نام جنبها فهم لابد أن الزنة دا ليه ليه شروط معينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشدد في إقامة الحد أيما تشدد بحيث أنه لا يقيم الحد إلا بيقين أما القرائن لا تدل على أن الحد يقام القرائن لا تعفي يعني ممكن أن يبقى نايم معه في الحفة واحد يقارين من القرائن لكن في الحدود لا نحكم في الحدود بالقرائن ولكن نحكم بالشهود أو الاعتراف تفهمت الشهود أو الاعتراف إنما ما ينفعش ناخدها بالقرائن حتى لدرجة إن لو حامل وليست لها زوج في أكتر من الحمل واحدة مش متزوجة وحامل ما هو دا عند معظم الناس تبقى زانية الشرع حتى لو اعتبرها العرف الزانية الشرع ما اعتبرها الزانية لا يقيم علي حد الزن إلى هذه الدرجة حتى تعترف لأنه ممكن المرأة تحمل إن يدخل المني في فرجها بغير الزن لو دخل المني في فرجها بغير زنة زي الوقت التلقيح الخارجي اللي بتعمل في عيادات النساء والتوليد فممكن امرأة تحمل بغير زوجة محتمل هذا فكل دا يجعلك تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه إدراءوا الحدود بالشبهات فأي شبهة تعتري الحد تمنع من إيه من إقامة الحد وبالتالي اتفق الفقاء على أن من رؤيا مع امرأة أجنبية في لحاف واحد لا يقام علي حد الزنة ولكن يعذر يقام علي حد تعزير يجلد جلدتين يجتموه مثلا شتمة كده يقولوا ما تعملش كده تاني أو شيء من هذا أو يعاقب مثلا بعقوبة معينة بعيدة عن الحد وليست إقامة حد ولكنها تعزير والتعزير هي عقوبة غير مقدرة شرعا يقدرها الحاكم حتى أن هنا القبلة النبي مجعلش فيها تعزير كما حتى القبلة كان ممكن النبي يقول له إيه يدي له جلدة واحدة وخلاص ولو ما تعملش كده تاني مش كان ممكن يعمل كده لا حتى التعزير ما عملوش النبي فيها وعشان كده بعد الفقاء قالوا حتى مثل هذه الأشياء لا يعذر فيها إلا لو تكررت منه لو تكررت بقى وبقعدته يعني واحد متعود كل شوية يجبوه من الشوارع بيتحرش بالنساء أو ده مش زاني بس قليل الأدب ليس زانيا لكنه قليل الأدب ومتعدي كل يوم يعمل كده تحرش تحرش يبقى في الحالة دي في حاجة اسمها بوليس الأدب بقى بوليس الأدب ياخده يعمل له عقوبة تعزيرية يحبسه يومين في الحجز يحلق له شعره يضربه ألمين ولا بتاعه يقول له ما تعملش كده يعمل له غرامة مالية يعني المهمة أي عقوبة وخلاص خدت بالك والله تعالى أعلى وأعلى سورة يوسف سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سورة مكية نزلت بعد سورة هود بترتيب وردها في المصحف يعني يونس أولا مكية يليها هود بالترتيب النزول كده زي ترتيب المصحف وبعدين سورة يوسف بترتيب بعد هود كترتيب المصحف وآياتها إحدى عشر ومئة آية وهي باسم سيدنا يوسف لأن في عدة سور في القرآن بأسماء الأنبياء كويس ودي من بينها سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبعد رواية البخاري سقطت البسمة دخل على طول قال وقال فضيل عن حسين فضيل اللي هو الفضيل بن عياد الزاهد المشهور وده إيه معلق من معلقة البخاري قال فضيل ده كان توفى في مكة سنة مئة وتمانين هجري الفضيل بن عياد وقال فضيل عن حسين عن مجاهد مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المفسر متكأا اللي هي في قوله واعتدت لهن متكأ المتكأ بعض العلماء قالوا هو الأتروج الأتروج ده نعمل فاكهة كده عاملة زي اللارنجة أو البرتقان أو التفاح حاجة كده فاكهة يعني ممكن تبقى إيه لأن إحنا كنا في مصر هنا ومصر مشهورة بالموالح تبقى برتقال ممكن تقول عليك لأن الأتروج دي يدخل فيها جزء كبير من الموالح وبعض أنواع التفاح كويس فيبقى المتكأ هو إيه في قول لتفسير سيدنا عبدالله مجاهد بن جب الأتروج وفي رواية أبي زر الأترنج بن نون كده ودي رواية للبخاري صحيحة أيضا أبي زر الهروي الأترنج وفي روايات من غير همز الأترنج الأترنج بغير همزة هكذا قال فضيل الأتروج بالحبشية متكن بغير إيه همز متكن يعني كأنها كانت لغة حبشية وعربت كل ده برضو إيه رأي إيه سيدنا مجاهد بن جب عن رجل لكن هنجد أن ليه معاني أخر المتكأ اللي هو ما يبتكأ عليه من وسائد ماشي برضو ده رأي صحيح لغوي لكن دي بعض الأراء لأن اللغة واسعة فبعد العلماء قالوا المتكأ هو الأترنج أو الأتروج فبرضو ده ما يمنعش المعنى الآخر اللي هو يتبدر في ذهنك إن المتكأ ما يستند عليه وقالوا إن سموه متكن ليه لأنك أنت لما تيجي تقطعه بتتكئ عليه عشان تقطعه بتتكئ عليه جامد بالسكين كده نوع من الاتكاء فسموه متكن لأنه يتكأ عليه ليقطع فاللغة بتبقى ليها من أقل علاقة بين المعنى وبين الصورة يوم يدي لك إيه اسمها فهي بالحبشية قال لك إيه الأترنج أو الأتروج بالحبشية متكن وقال ابن عيينة اللي هو سيدنا سفيان ابن عيينة عن رجل عن مجاهد لم يسمي هذا الرجل عن مجاهد متكن كل شيء قطع بالسكين لأنه يعتبر أن السكين بتتكئ على على هذا الذي يقطع فيبقى المتك هو كل ما يقطع بالسكين خدت بالك كل شيء قطع بالسكين كل دي معاني لغوية الإمام البخاري بيبتدي لك بها الصورة علشان لما تيجي تقرأ الصورة تبقى عارف مفردات ايه الصورة معانيها اللغوية ايه وقال قتادة لذو علم لما علمناه في رواية للبخاري لذو علم بس ما فيش لما علمناه زيادة لما علمنا دي زيادة رواية أبي زر الهروي وقال قتادة لذو علم لما علمناه عامل بما علم يبقى لذو علم بما علم يعني يعني عامل بما عمل لأن ليس كل عالم يعمل بما عمل واضح لكن لذو علم لما علمناه يعني يعمل بما علم كل المسلمين عارفين ان الكتبة حرام لكن كتير يكتب شكده كل المسلمين عارفين ان مثلا السرق حرام لكن كتير من المسلمين بيسرق مش كده برده هو عارف الحرامي نفسه يسرق ويقول رب توب علي يعني عارف انها حرام مش كده برده كده برده يبقى مش كل واحد عارف حاجة ايه والزاني نفسه اللي بيزني واللي بيشرب الخمر عارفين انها حرام ويعمل يبقى ليس كل عالم بالشيء عامل به. انما لذو علم اللي ما علمناه يعني ايه? يعني عامل بما علم. كل المسلمين عارفين اماطة الازعن الطريق دي من الامان. الوقت بيحرقوا في الطرق. مش كده? ويعودوا في الطرق. ويسدوا الطرق. ويبنوا فيها طوب. ويبنوا فيها ويزيلوا الارصفة ويعملوها متاريس. وهم عارفين ان اماطة الازعن الطريق ده شيء مطلوب. وتعمير الطرق وتسلكها للمسلمين ده امر مطلوب. لكن ليس كل عالم عامل بمعلم. فهمت? ودي ازمة كبيرة. لازم ايه? لازم نبقى زي الانبية. الانبية اللي يعلموا يعمل بيه. على طول كده. والصحابة كانوا كده. كانوا يتعلموا الاية يعملوا بيها على طول. لكن انت ممكن تحضر درس علم تسمع فيه احكام كتير قوي. وتخرج من الدرس زي ما انت. عادة ريمة لعدتها الادين. ما تعملش بما علمت. فلازم ايه نستفيد من حكاية علم. فانه لذو علم لما علمناه يعني عامل بما علم. ده طبعا بيقول على قول سيدنا ايه يعقوب لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء. ان الحكم الا لله الي توكلت وليه انيب. وقال بعد كده. فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم اللي ما علمناه. يبقى سيدنا يعقوب هنا بياخد بالاسباب تعبدا لكن يعرف ان دخلهم من ابواب متفرقة او دخلهم من باب واحد مش هيمنع قدر الله عنهم. هو عارف كده كويس. ان قدر الله مش هيحوله شيء. لكن ربنا امره كعبد ان ياخد بالاسباب ويحتاط. فهمت? فهو وحتاط لكن عارف ان احتياطه ده ما يمنعش قدر الله. فهمت بقى الفرق? فانت تأخذ بالسبب وتعلم ان الله هو الفاعل في السبب. وليس السبب هو الفاعل. ادي معنى لذوع لان هو خاف لحسن ايه? اما يتحسدوا زي ما بيقولوا لانهم عددهم كبير وشكلهم وجهاء. وجايين من ارض كانعان من فلسطين. كانوا جايين من فلسطين لانه كان ساعتها الشم ومصر حكومة واحدة. فكانت حكومة واحدة. فكان اللي مسئول عن التموين سيدنا يوسف. فمسئولة عن ايه? عن مصر والشام. فهمت لان كان ساعتها مصر والشام حكومة واحدة. وكانهم قاعدين في ارض كانعان ليه ارض الشام? اللي هي مدينة الخليل. مدينة الخليل الوقتي. في فلسطين. اللي فيها قبر سيدنا يعقوب. ما انت ما تروح مدينة الخليل هتلاقي فيه تدخل مسجد الخليل تجد تلات قبور جنب بعضها. قبر سيدنا ابراهيم قبر سيدنا اسحاق قبر سيدنا يعقوب. كويس? فهم كانوا عايشين في هزي الارض. ليه ارد كنعان. كانوا ييجوا لمصر علشان ياخدوا التموين في ايام السنين العجاف. لان ايه حكومة مصر كانت هي اللي بتحكم ارض كنعان وارد مصر. في الفترة دي. فده برضو يفيدك المعلومات القرانية يفيدك في النواحي التاريخية. تعرف بالتاريخ ان كانوا ايه يعني كانت مصر امتدادها الجغرافي كان ايه ساعتها. وده كان يقال انه يعني لان ايام تحطمس الثالث. بعد ما كان مين اوحد القطرين تحطمس عملت ايه توسعات لمصر في الشمال. فضم اليها اقليم الشام وحارب مين حارب الكنعانيين. فهمت ازاي? وادخل اقليم الشام على اقليم مصر في الفترة دي. وسيدنا يوسف ظهر في الفترة دي. فهمت بقى المسألة. فكل ده يدي لك برضو فترة تاريخية مهمة تعرفها البلدك لان انت في مصر اينا? والمواضيع دي كانت كلها في مصر. فربنا يأمنها. يبقى ايه? وما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب. ايه الحاجة اللي في نفس يعقوب? الاخذ بالاسباب تعبدا. الاخذ بالاسباب ايه? تعبدا. خايف لاحسن ايه? يعني يدخلوا كلهم من باب واحد وما شكلهم وجيه وشبه بعض كده وجمال الصورة. الناس يقروا عليهم. حسن. طيب يحسن ده ما هو بيحسن مش هيدر لبقدر الله. فهو عمل كده تعبدا بس يا ربنا بحتاط والامر منك وإليك. ادي معنا. فتتعلم من الانبية الاخذ بالاسباب والاعتماد على الله. وليس على السبب. تتعلم من الانبية ايه? انك تاخد يعني ما تمرد. تاخد الدواء ما تعتمدش على الدواء. تمرد تروح للدكتور تمشي على الدواء لكن تعرف ان الشافيء هو الله. طب وانا باخد الدواء ليه لما الشافيء هو الله تعبدا ربنا تعبدني بذلك. فهمت ازاي? اشتركوا في القناة